السلام عليكم لو انت شركة عايزة تعمل مشروع كويس وعايزة الشركة تعمل لها البيم فانت قدامك شركات كتيرة جدا فانت ممكن تعمل تقييم بسيط جدا من خلال البيم اساسمنت فورم البيم اساسمنت فورم دوت عبارة عن جدول اللي عايزة يعمل مشروع البيم بيبدأ يجاوب عليه بحيث نشوف هل هو فهم البيم كويس وهل هو عنده استعداد ان هو يعمل البيم ولا لا فبتبع الفورم هيت بتتباحها وتديها لكل الناس اللي عايزين نشتغلوا اول حاجة بيعرف اسم شركة البيم بيعرف الشخص المسؤول التليفون الموبايل الايميل الموقع بتاعه وبهي كبه بيبدأ يجاوب على الاسئلة هل هو عنده استاندرد ولا لا هل هو شغال بالكود الفين وتنسعين الفين وتسبعة ولا لا هل هو شغال بالاكواد اللي زهرت بعد كده هل هو فاهم استراتيجية عمل البيم ولا لا وتقول اللي اجابة بتاعته هيت وبالكده يجيب ادلة لو يقدر على الكلام دوت اااااااااااالصاف بتاعه عدده ماديه كما واحد بقدروا اشتغلوا اشتغلوا ايهل الادوات اللي هماشيغلين بباب البيم وكذا وبعد كده بنبدأ يشوف ال ال 12 الي اطلع البيم بيبدأ يشوف هل هو ااااااااااااوا فاهم الموضوع دوت وقدر يعملوها لا لا وابعد يقدم اللي يأكد الموضوع دوت مثلا الـ المشروع بيبقى امثلا الكلام دوت وشرح ليه هو يقول ادلة على ان هو يقدر يعمل الحاجة ديه وبعد كده بنطلب منه ثلاث مشاريع يدينا معلومات تؤكد كلامه يعني مثلا اولا اشتغلت مثلا في مشروع المتحف فده نقدر نتأكد من الناس اللي شغالين في المشروع دوت وبعد كده بنشوف مدى القدرة في البيم عنده قد ايه البيم بالنسبة له ايه بالنسبة للصف بتاعه ازاي هو بيقدر يطور البيم البيم يوصل عنده لأني مرحلة هل فيه ستاندرد داخلي جوا الشركة لموضوع البيم بتقدر تطلع الودي كام ايه هو مفهوم الكلبرايشم عندك فمن خلال الاسئلة دي تقدر تحدد اني شركة اللي تقدر تشعر البيم بحيث ان ما بقاش المعيار الوحيد هو السعر لا فيه حاجة كترة جدا يعني ممكن تكون فيه شركة بتقولك ان ااخد المشروع ده على عشر دولار تمام؟ وهتديك شغل ايه كلام وشركة تانية بتقولك على ميت دولار وهتديك شغل ممتاز او العكس ممكن تكون في شركة هتديك بعشرة دولار ومنديك شغل كويس زي الفل والشركة اللي هي ميت دولار ديت مش فهمين بيمه هيدوك حاجة سلسية الابعاد ما تسفتش منه فما بنخليش المعيار الوحيد هو السعر لا معيار اخر وماذا فهمه البيم وماذا اشتغله ببيم وايه قدرته ان هو يطلع لي مشروع كويس بكل المواصفات اللي انا عايزه